ألف أبروك لنادي الزمالك كان الزمالك متعادل وبدأ يطلع على الأهلي جون واثنين حتى أنا قلت لحسام غريب وإحنا فرق جون لصالح الزمالك لازم نوقف لازم يوقف فيه تايم اوت في الوقت ده ما اتخدش تايم اوت لكن اتخد بعد جونين طبعا إحنا ضيعنا جوان كتير جدا تلات أربع كور من جزيرة من فيصل من الكور اللي هي ارتدت عليك فاست بريك كان فيه دروب للطيار في آخر 7-8 دقايق لغاية الدقيقة 22 أو الدقيقة 20 غيروا طارق ونزل حميد بعدين هو نزل بعد كده في دقيقة 22 أو 23 صد كورتين كان الزمالك غير فلفل ونزل كريم كينداوي كريم كينداوي برضو طلع كورتين منهم كرة مهمة جدا من أحمد عدل كانت هتبقى التعادل الماتش في الآخر خالص بقى تعادل وتكهرب في آخر نص دقيقة وبقى يبقى فيه التحامات جمدة منها الكورة اللي اتعور فيها أداح حسن أداح طبعا فرقة النادي الأهلي كان لازم تعرف ان يحقى درق لوه لشوت الكورة لأن أحمد الأحمر نفسه واقف جوه الحيطة بتاعة الأربعة العيبة فكان لازم يبقى فيه واحد بيقابل واثنين بلوك على الأل عشان يقفله زاوية مع الطيار لأنه هو شايتها يعني درق مش طويل زي حسن أداح وشايتها من فوق وشايتها تحت يمين فلازم كان البلوك يقفل الزاوية الشمال واعصام يروح على الزاوية هي دي كورة اللي قدامنا لو تيجي تشوف انت كده الأهداف من الأهداف أحمد الأحمر ثمانية منهم بلنتيات حسن أداح ستة يعني حتة بنص الملعب محطوط منها 14 جول أنت بقى عندك زيزو حاطة ستة الهرنانديس حاطة ستة أحمد عادل من عداية موضوع قطري واخدها قطري يعني وإنجليفت وإنجليفت اللي هو لما أحمد عادل حط جوان إمتى لما هو لقى بخمسة واحد أو تلاتة اتنين واحد فبقى بياخد كور كتير تصد منه كورتين منهم كورة مهمة اللي قلت لك كان فيها التعادل كانت كورة مؤسرة جدا بس أنا أريد أن أحكيك أنت بتحملوش هو الزنب أو بتحمل أي حد الزنب هي مباراة قوية جدا وأظهرت أن فيه في مصر الحقيقة فرقتين كويسين يستاهلوا أن هم يلعبوا أفريقيا ويستاهلوا أن هم يلعبوا السوبر الأفريقي من الدوبيا غواغدين ده واحد بطولة الكاس وده من بطولة الدوري فالحمد لله أنها تلاكت مطشة حلو جدا مفهوش أي مباراة قوية ومنتعة